قضية جيفري هاو اللي صورته ظهرة قدامك دلوقتي بتعتبر واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في شمال لندن المحققين ما كانوش عارفين مين هو القاتل وما قدروش حتى يحدده هوية المجن عليه وده ببساطة لأنهم عصروا على أجزاء منه في أماكن متفرقة الموضوع كان فيه لغز محير وغامض والقصة مرعبة جدا لدرجة أنهم عملوا عليها أفلام سينمائية مشهورة كفاية كلمة مقدمة وتعلي حكي لك القصة بالتفصيل وكشكل مختصر تابع معي الفيديو للنهاية ملحوظة أخيرة لو أنت سنك صغير أو بتخاف فبلاش تسمع القصة الأحداث بتبدأ في سنة 2009 وقتها كان شغال واحد اسمه روتجر في المزرعة بتاعته أثناء ما هو ركب الجرار وبيلف يعني في المكان لاحظ أن فيه شنطة مجهولة كانت مرمية على جنب الصور بتاع المزرعة شيء كان غريب بالنسبة له ملفت للنظر وهو ده السبب اللي خليه يوقف الجرار وينزل منه ويروح يشوف الشنطة دي جواها إيه ويعرف إيه القصة بتاعتها المهم أول ما فتحها لقى جواها شيء مجهول كان ملفوف جوا قطعة قماش وكمان متربط بإحكام حاول روتجر أنه يتشجع ومدي إيده جوا الشنطة علشان يفك القماش ويعرف إيه هي الحاجة دي لكن أول ما عمل كده كان شال إيده بسرعة وقعد يصرخ من شدة الرعب لدرجة أن جسمه كان بينطفد مكانه وده باختصار لأنه حس من جواه أنه لمس حاجة بشرية زي ما تكون رجل أو قدم إنسان وفي الحقيقة هي هتطلع كده المهم بدأ يمسك أعصابه بالعافية وعلى طول هرب من جنب الشنطة اتصل بالشرطة وبلغهم بالأحداث اللي فاتت دي بعد حوالي عشر دقايق كان جالوا اتنين من المحققين علشان يعينوا الواقعة ويبتدوا يعني يمشوا في القضية فتحوا الكيس أو الشنطة وليقوا جواها قدم بشري وطبعا كانوا في حالة جديدة من الزهول مش عارفين ليه لقات العمل ده كله في الضحية هل اللي انت قام يوصل للصورة البشعة دي ده حتى مرحمهوش بعد الموت المهم إن الشرطة بدأت تحس إن القضية دي هتكون معقدة بالنسبة لهم وفيها يعني ألغاز كتير وده باختصار لأنهم معصروش على جسة كاملة بحيث إنها تساهل عليهم تحديد هوية المجنة عليقة والضحية ودلوقتي مفيش قدامهم غير الطب الشرعي علشان يعملوا تحليل الحمد النووي يمكن يوصلوا لحاجة جديدة ولما نتيجة التحليل ظهرت للأسف إن صاحب القدم ما كانش ليه أي بيانات متسجلة عندهم بدأوا يعملوا حملات تفتيش مكبرة ويسألوا الناس اللي في الشوارع وكل ده على أمل إنهم يوصلوا لأي معلومات تدل على الجاني يعني مثلا لو كان حد شافه أثناء ما بيرمي الشمطة فيقوله الشرطة على أوصاف الشخص ده لكن من سوق الحظ محدش أبدا كان شافه في اللحظات دي طبعا الشرطة كانت حجزة روتجر عندهم على زمة التحقيقات مش بعيد يكون هو القاتل وبيمثل يعني إنه ما يعرفش حاجة عن الموضوع لكن في الحقيقة كان واضح عليه إنه هو فعلا تعبان نفسيا وكل ده حصله من هول الموقف المرعب اللي مر بيه طبعا الشرطة بتتعامل بالمستندات والأدلة القطعة يعني بتركن المشاعر على جنب وملهمش دعوة بالشخص ده إذا كان بريء ولا مدان المهم بعد حوالي 3 أسابيع من التحيات كانت الشرطة عصرت على كيس أو شانتة تانية فيها دراع الضحية لكن مش متأكدين هل هي لنفس الشخص ده ولا لأ ساعتها بعتوها للطب الشرعي علشان يعملوا لها تحليل حمض النووي وكمان يقارنوا النتيجة مع نتيجة تحليل القدم ويشوفوا هل فيه أي تطابق ما بينهم وبيرجعوا لنفس الشخص والذي ضحية تانية في المدينة يعني فيه قاتل متسلسل هيبتدى يظهر من جديد وبالفعل اتضح إن النتائج كانت متطابقة لكن مين هو الشخص ده ما كانش حد لسه يعرف المهم فكرت الشرطة إنها تبحث في سجلات المفقودين خلال الأسابيع اللي فاتت هل فيه مثلا أسرة أو شخص قدم بلاغ باختفاء حد من قريبه ولا لا وبالفعل اكتشفوا إن فيه بلاغ في نفس التوقيت باختفاء شخص اسمه جيفري هاو وعمره 49 سنة وأخوه هو اللي كان مقدم البلاغ ولما الشرطة قردت البلاغ ده عرفت إن جيفري كان بيشتغل في شركة تسويق وكمان ما عندهش أسرة ولا متجوز ولا مخلف يعني من الآخر عايش لوحده من البيت للشغل مش أكتر من كده لما الشرطة سألت أهله والجران عن طبيعة شخصيته ومعاملته مع الناس على أساس يعني لو ليه عدوة مع حد أو حاجة من النوع ده لكن الكل أجمع إن جيفري كان شخص طيب جدا جدا بني أدم مختصر وفي حاله وكان محبوب من كل الناس لكن العبل الوحيد اللي كان عنده إنه بيصق في أي حد بسهولة وكمان من أول مرة يعني من الآخر عامل زي شخصية الأطفال اللي مش بتحمل سوء النية من جواها من ناحية الأشخاص الآخرين مش بعيد طبته الزايدة تكون هي اللي وصلته لكده المهم بدأت الشرطة تكمل التحقيقات في القضية وهنا كان جالهم بلاغ من أحد المزارعين في مدينة ليستر بإنه عصر على كسف المزرعة بتاعته ولما فتحوا لقى جواها راس بنا أدم مقطوعة ولما الشرطة راحت على شنطعين الوقع دي كمان لحظت إن الرسمة لمحة مش واضحة يعني كانت مشوهة ومش بان عليها أي تفاصيل أبدا ما كانوش عارفين هل هي بتعود لراجل ولا الواحدة ست المهم بعتوها على مختبر الجامعة وطلبوا من المختصين إنهم يحددوا هوية صاحب الرأس يعني الرأس دي بتاعت راجل ولا ست ويكون أفضل لو قدروا يحددوا السن بحس يسهلوا عليهم التحقيقات ولما نتيجة المختصين في الجامعة كانت ظهرت قالوا إن هي بتعود لشخص كبير في السن وتحديدا راجل في أواخر الأربعينيات من عمره ولو تاخد بلك هنا إن ده نفس العمر أو السن اللي ذكروا أخو جيفري في البلاغ وعلشان التفاصيل دي كتير جدا وكلها تقريبا مشابهة للأحداث اللي فاتت فكفايا كده غموض وتعالى دلوقتي نحكي حل اللغز بتاعها في السريع باختصار إن الشرطة فكرت إنها تربط ما بين اختفاء جيفري وما بين الأجزاء البشرية اللي كانوا بيلقوها من مكان للتاني في توقيت مختلف المهم فكروا إنهم يروح يفتشوا منزل جيفري يمكن يلاحظوا أي أثار عنفه حصلت في المكان ده ولو تاخد بالك إن احنا قلنا من شوية إنه كان عايش لوحده المهم أول ما الشرطة وصلت عند المنزل بتاعه ودخلت جواه اتفاجأت إن فيتنين مجهولين عايشين في المكان ده ودول كانوا شخص اسمه ستيفن مارشل عمره 38 سنة ومع صديقة ليه اسمها سارة بوش عمرها 21 سنة ولما الشرطة سألتهم انتم مين وبتعملوا إيه هنا فقالوا إحنا أصدقاء جيفري وبقالنا فترة عايشين في المكان ده وكنا بنمر بمشاكل مادية وما عندناش منزل نسكن فيه فكان عرض علينا جيفري إنه هو يأجر لنا قضى عنده في مقابل مبلغ بسيط من الإيجار ولما الشرطة شكت في كلامهم سألتهم عن أي معلومات عن اختفاء جيفري فقالوا إحنا ما نعرفش أي حاجة عنه من ساعة ما اختفى كل اللي نعرفه بس إنه هو قال إنه هو مسافر ولما الشرطة فتشت المنزل لحظوا إن البصبور بتاعه كان موجود في الدلاب وده بيدل على إنه هم ناس كدبين ورجعت الشرطة سألتهم ليه ما قدمتوش بلغ باختفاءه وهنا كان بدأ التوتر والقلق يظهر على ملامحهم هم اللي اتنين بدأوا يتاهتيه في الكلام وما كانوش عارفين يردوا على الشرطة ويقولوا لهم إيه ولما بدأوا في معينة المنزل كانوا اكتشفوا أثار دم تحت السجادة وهنا كان تم القبض على ستيفن وصاره علشان يحققوا معاهم في البداية طبعا كانوا بينكروا الجريمة لكن مع ضغط الشرطة عليهم كانوا اعترفوا بالجريمة وكل واحد فيهم كان بيحاول يطلع نفسه براءة يعني كل شوية واحد فيهم يرمي التهمة على التاني وفي الآخر اعترفوا هم اللي اتنين بكل حاجة عملوها في جيفري صار كانت طعنته في ظهره واخدوه هم اللي اتنين على الحمام وقاموا بتقطيعه وبعد كده بدأوا طبعا يرموا كل حتة في مكان مختلف على أساس يعني ان الكلاب تاكله وفي نفس الوقت كانوا عايزين يحياروا الشرطة أثناء التحيات أو عمليات البحث عنه آخر حاجة نذكرها النهاردة إيه هي ده وفع القتل باختصار زي ما قلنا كانوا بيمروا بمشاكل مادية يعني كان الهدف هو السرقة باعوا العربية والموبايل بتاعه وحاجات تانية من عبش البيت وكانوا بيستخدموا الفيزة بتاعته في السحب من المكانة ده غير انهم عايشين في المنزل من غير ما يدفعوا أجار وطبعا لما كله ده هيخلص كانوا نويين يسيبوا المنزل ويمشوا منه والحد هنا القصة أو القضية انتهت لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه ما تنساش أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وقدر استمر معك الفترة اللي جاية سلام